أشار رئيس الوزراء إلى تفقده المدرسة اليابانية والتي تعد الثانية من نوعية في محافظة السويس وفي هذا الإطار وجه مدبولي بالإسراء في إنشاء المزيد من هذه المدارس تنفيذا لتوجهة رئيس عبدالفتح السيسي بتعميم التجربة وزيادة عدد مدارسها بجميع محافظات الجمهورية تفقد واحدة من المدارس المصرية اليابانية المفروض ستفتتح وتستأد بالطلاب بكرة إن شاء الله وكانت حريص إن دي تعتبر هي تاني مدرسة الحقيقة للمدارس اليابانية المصرية هنا في محافظة السويس والتجربة دي تجربة شديدة التمايز كان طبعا تبناها فخامة رئيس بناء على زيارته لليابان منذ فترة طويلة ووجه إن يبقى هذا النموذج متكرر في مصر والحمد لله النهاردة بقى موجود بصورة كبيرة في كل المحافظات ويمكن كان كلامي مع معالي الوزير الإسراع بتنفيذ المزيد من هذه المدارس في كل محافظات مصر في خلال الفترة القادمة عشان يبقى هو ده النموذج اللي احنا يعني مميز إن شاء الله للدولة المصرية بتتبنى في موضوع التعليم الأساسي اشتركوا في القناة